السلام عليكم ومحبا بكم فيديو جديد من قناتكم دو جانايت اليوم فيديو جديد فيديو مبيز فكرة جديدة ان شاء الله غادي يوريكم طريقة زوينة بساف طريقة جديدة باش تستغنوا اعلى الفحم ولا شوية في حالة ما كتوجت عندكم كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غادي نجيب مع الدرس معكم هاد الفكرة وهدي كان تجربة وصدقات وقلت علش الله من شركتش مع احباباتي واخواتاتي ان شاء الله غادي نحتاجوا هاد الحجيرة هادو كما كتشوفو انا فيتلي اكن احطيت لكم فيديو ديال طريقة ديال الخبز لعلى الحجر ودبا جد الفكرة اناني نستعملو كاش نحضر فيه شوية غادي ندير معكم جوج ديال التجربة ان شاء الله في هاد الفيديو وتابعوني من اللو والسة الاخير بارتاجيولا فيديو لتعم الفائدة لحبابكم وصحابكم باش يديروا حساهم هاد تجربة الناجحة والرائعة جدا كما كتشوفو انا خديت هاد الحجرة هادو نقيتو اوصلتو مزيان ان بعد التجربة اللولاء اللي غادي نديرها غادي نديرها مع السردين انا كناخد السردين كنحاولو انا ما كنغسلهش مزيان يعني ما كنغسلهش بزيف يعني تشلي لوحدة غير كنحيدو منو هادو البقايا لان غرضنا في هادوك يعني ذيك الجلدة او هادوك القشور اللي كيكونوا فوق السماك باش ينجح معكم السردين ما تاخدوش السردين اللي كيكون غلية بزيف يعني متوسط كما كنشوفو هنا بعد ما غير شلالتو يجليلة خفيفة كنجيبنا هادوك التقيبة هادو كما كتشوفو ممكن لكم تدرو هادو العملية هادوك قبل ما تشلوه باش بزقوش تديرولو المبزاف بالنسبة لهادو السردين هادو كيجي رائع بزاف تيجي مقرمش وغادي تشوفو التجربة كلها هي امامكم كيجي الديد بزاف بلا ما كنحتشو انا نشعروا لا فخر ونحتشو شوية هنا كنديرو الملحو سنحاول الملحو شوية مزيان باش كتدخل لي هادوك الملحة لان هادوك القشرة غادي تحيد وغادي تدخل لنا هادوك الملحة ويجي الديد هادوك السردين ديانو اذا قبل ما غادي نديرو فوق الحجر اللي عندي غادي اندهنو هاكا بشوية ديل زيت هاكا بشيته غادي دهن خفيفة باش نتفده وانه يلسق لينا فوق الحجر فتنضيزو هاكا من الجهتين وهنا خديت هاد المقلاء الاغليدة هادي ها المتقيلة بصايحا بها أدية الامسمين وانا نحطيت فيها هاكا الحجر ديالين بعد ما غسلتم بزيان يعني بنسبة هادوك 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 الملحة واجد يعني عند النسلي كي يضيروا مواد البناء يعني اللي قدت لهم اعطوكم شوية ديال الحجر سوف أعطوه لكم وكيف يبقى عندكم يعني الفرم كتساليه منه وكتغسله بجاغل وتغسله مزيان وتحتفظه به كما كنتشوفو هنا بعدما سخن الحجر مزيان كنأكد على هذه القضية ان الحجر يكون سخون باش ما يلتسقش لنا و باش ما يلتسقش لنا هذا الشيء اللي سوف نضيفه فوق منه هكا استردين ذينا بعدما كله استفتو بهذه الطريقة هادي تنخليه ما تنحركوش نهائيا حتى كنحس انه طاب ليه من الجهة الاولى حتى كيشد فراصه حتى إلي قلبته وهو بقي ما يشدش فراصه غادي تفرتس معاكم حتى كتأكدو انه طاب من الجهة الاولى نعم غاديش مقاو قلبوه كل مرة يعني غايم مرة واحدة ينفى طاب من الجهة الولى سنقلبوه على الجهة التانية كما كتشوفو نحاول نقلبو غايم اليد ديالي باش ما يتهررش ليام النص كما كتشوفو تشوفو دك القشيرة كيفيش كتعطي ذاك اللون الذهابي الزوين بزاف تيجي مقرمش والديد وصحي يعني بالنسبة للفاخر لان الفاخر كيطلق شوية عدو كلي قاس لي كيكونو فيه اما بالنسبة للحجر صحي مئة في المئة ما كتخافو منو اتشي حاجة كما كتشوفو سردينة ديالن بعدو ما شويناهم الشكل ديالهم والارواح كيجي كيشهي صدقوني انه جد لديد بزاف وخاء انا لمدرج واحدة كمية اللي هي كبيرة ولكن كانت غير التجربة اللي كانت ناجحة وغادي نشوفو ده بقى الشكل نهائي ديال السردين ديالنا من بعد ما طب او بقى قصحو كما كتشوفو اذيك القشرة ركت تحيد بكل سهولة يعني الدليل انه طيب مزيان والشكل دياله زبين بزاف نتمنى ان شاء الله اينا الاعجاب ديالكم وتجربوه انا قادي نعود نحلكم واحدة من هنا باش شوفو كيفاش هذيك القشرة كتتحيد وكيفاش كيجي الطيب من الداخل يعني انا من بعد ما درت التجربة قلت دروري انا نتقسمها معكم باش نجربوها حتى انتوما يعني كين حالات اللي مسيكونش عندك بعض المرات مسيكونش عندك الفاخر ولاسيس عقزي انك تشعليه ونجتني هات الطريقة اللي هي صحية اكثر من الفاخر كما قلت لكم كما قلت شوفو استردين ديالنا الديد ولا اروح طيب انا قد ندوزو التجربة التانية التجربة التانية هي اناني وقت نجرب اناني نشوي فيها اللحم وكنت كذلك التجربة ناجحة وجهة اللحم زوين بزاف وطيب انا اخديت عندي هنا القطعة ديال الكوزليت اخديت غير واحدة الكمية اللي بسيطة ندير عليها التجربة ندرك المليحة وبزار ودهنتو شوية بزيت زيتو اهنا بعد ما سخنت الحجر استفت القطعة ديال اللحم هكا فوق منو وغادي متاع نقلبه حتى كي طيب نزيان من الجهاتين كما يكتشوفو اللون ديالو كيفش يجي محمر وحسا ديك الدهون كله هي كتنزل عكس الفاخر انا مليكي طيحو ديك الدهون تطلع ديك الشرارة ديال العافية وزيت طلع ديك الدخاخل وزيت طلع ديك الفاخر كله اللحم بلنا كتشعل فهل عافية وهدي غير كإضافة اللي بغاها اللي ما بغاش هدي غير اختيارية انا يعني كنت كنصاب بالفيديو وكنتجرب كتاخدوا واحد القطعة ديال الفاخر اللي كتشعلوها وكتحاولو تغطي بشي غير طعب حال حكا غير بشي يعطيكم ديك النكهة ديال الشيباء وهذا هو الشكل النهائي ديال الحيمات اللي شويت فوق الحجر كي يجيو لذي مزة كذلك تجربة كانت ناجحة انت من شاء الله هاد الفيديو تنال اعجاب ديال كومت بارتاجيوها لابسع نطاق لتعم الفائدة وما تنسوناش بطبيعة الحيمة اللايكات ديالكم باش تشجعونا ونعطوا دائما المزيد كنقول لكم شكرا بزاف على حسن المتابعة شكرا على التشجيعات ديالكم ولايكات ديالكم وكنقول لكم السلام عليكم احسن الفيديو الجاي ان شاء الله